لما نيجي نضرب مثال بمحافظة من محافظات مصر اللي انخفض فيها نسبة الموليد بشكل كبير جداً من 2014 لـ 23 يعني بنتكلم في حوالي عشر سنين محافظة المنوفي كان الموليد في 2014 وصلوا إلى 98% دلوقتي وصلوا إلى 66% أعتقدنا 98 ألف عفوا وصلنا لنصف الرقم وده مثال دي محافظة من ضمن المحافظات هل عندكم مثلاً إحصائية بعدد السكان كل محافظة إيه أكبر محافظة نزل عدد سكانها خلال الفترة اللي فاتت؟ لا بس ما فيش سكان بينزلوا عدد الموليد أصول عدد الموليد هو اللي بيتناقص وعدد الموليد إحنا نقدر نبصله بشكل أحسن من مستوى الإنجاب اللي إحنا بنسميه معدل الإنجاب قد إيه إحنا أحسن محافظة عندنا في مستوى الإنجاب هي بورسعيد مستوى الإنجاب في بورسعيد 1.8 من 10 اللي هو يقترب تقريباً من مستوى الإنجاب في الدول المتقدمة لو خدنا المنوفية اللي حضرتك بتقول عليها إحنا لو بصينا لي البيانات والجهاز المركزي عمل مسح الصحي للأسرة المصرية في 2021 المسح الدقة بيّن أنه هناك انخفاض في مستوى الإنجاب على المستوى الإجمالي نزل من 3.5 طفل لكل سيدة في 2014 إلى 2.85 من 100 طفل لكل سيدة في سنة عشرين معنى كده أن إحنا خلال الفترة ديت من 14 إلى 20 جهود الدولة نجحت في تخفيض مستويات الإنجاب مش بس كده البيانات أيضاً المتوفرة لدى الجهاز بيّنت أنه من بعد 20 أيضاً مستوى الإنجاب انخفض إلى 2.8 في 21 ثم إلى 2.76 في 22 معنى كده أنه الانخفاض في مستوى الإنجاب مستمر والأمل أن هذا التوجه يبقى مستدام بحيث أن ننجح في هذه العمليات المحافظات بتختلف حسب مستوى الإنجاب زي ما قلنا أحسن محافظة في مستوى الإنجاب يا بورسعيد لو بصينا لي المنوفية هنلاقي المنوفية كانت 3.5 انخفضت إلى 2.6 فده انخفض يعني ملموس حوالي طفل تقريباً في الأسرة بدل ما كانوا بيخلفوا 3 أطفال ونص لكل سيدة أصبح 2.5 دلوقتي يعني قرب طفل انخفاض طب ليه إحنا ما انخفضناش بشكل أكبر لأنه ما زال عندنا بعض المحافظات اللي مستوى الإنجاب فيها مرتفع زي محافظات وجه إبلي عموماً هناخد أسيوت سوهاج المينيا هلاقي مثلاً أنه في أسيوت 3.8 انخفضت صحيح بدل ما كانت 4.2 بقتت 3.8 لكن ما زالت محافظات الصعيد أعلى في مستويات الإنجاب عن بج بحري وعن المحافظات الحضرية هي أهمية الأحصائيات يا فندم أنه الدولة تبتدي تكثف من الوجود لا ويبقى فيه خطط سكانية تتناسب مع الوضع السكاني لكل محافظة يعني احنا بنحط استراتيجية شاملة للجمهورية لكن عندما يتم تنفذها هذه الخطط يجب أن تطوع للوضع السكاني في كل محافظة وبالتالي أنا ما قدرش أتعامل مع بورسعيد زي ما بتعامل مع أسيوت الخطة السكانية لها تختلف بحسب الوضع السكاني وهكذا فإحنا عندنا تباين كبير في مستوى الإنجاب في المحافظات وبالتالي يجب أيضا أن تختلف مستويات التعامل مع الوضع السكاني اشتركوا في القناة